ليس معزولة هنا اقصد معزولة نتوارك يعني بس اقصد ان كل نوع وركلود محطوط في كلاستر تمام وفيه كلاستر كمان اسمها Edge Cluster Edge Cluster دي هي اللي بيخوا بيتحرك فيها منها من خلالها North-South Traffic فيها ال-ASG Nodes ويكون فيها كمان ال-DLR Nodes تمام ده ال-Best Practice بالنسبة للدزاين للإنفيرومنت الكبيرة وده اصح طبعاً يعني لان حتى لو احنا بعيداً عن ال-NSX ما بنكلم عن ال-V-Sphere فانت لو عندك عدد كبير من ال-hosts يعني مثلاً عشرة hosts فأكتر الاحسن ان انت تقسم ال-workloads عندك يعني تعمل ال-cluster فعلاً للمانجمينت يكون فيها مثلاً ال-V-Center ال-V-Rops دومين كنترولرز وحاجات زي كده اللي هي الخاصة بال-Infrastructure يكون عندك كلاستر ال-Exchange بقى كلاستر Oracle كلاستر SQL كلاستر SharePoint على حسب ال-Environment اللي عندك وعدد ال-Virtual Machines ده احسن تنظيمياً واحسن لل-Performance واحسن الحاجات كتير قوي عشان تصغر شوية ال-Fault Domain يعني لو انا حصل SXI Failure أو كده لان انا شفت Environment فيها عدد كبير من ال-hosts وال-Virtual Machines وكلهم المؤمنين في كلاستر واحدة هو ده ينفع أو ما ينفعش هو تكنيكيلي ينفع لكن مش احسن حاجة يعني حتى لو انت بتستخدم resource pools ده مش احسن حاجة اعزلهم وفصلهم في كلاستر أحسن تمام؟ ده بالنسبة لل- Large Environments طيب بالنسبة لل- Small Very Small Environments Small Business او حتى لو انت بيج انتربرايس بس عندك Small Data Center فالدزاين ده مناسب جدا جدا احنا شايفين شوفنا في الصفحة في السلايد اللي فاتت دي ال- Workloads هنا متأسنا في Clusters طيب بالنسبة لل- NSX يعني هنا معمول Consolidation معمول تجميع هو هنا مجمع كل كل حاجة في الكلاستر الوحيدة اليتيمة اللي عندك انت environment او انت Data Center صغير وعندك بس ثلاثة hosts مش اقدر استخدم ال- NSX لا يا سيدة تقدر تستخدم ال- NSX مفيش مشكلة خالص في نفس الكلاستر اللي عندك دي اللي هي قريدي فيها طبعا ال- vCenter هنا معها ال- NSX manager والcontrollers بس طبعا تاخد بالك ان ال-controllers هنا ان انت توزعهم على ال- hosts تفرقهم توزعهم على ال- hosts عشان ال- high availability طبعا يعني ال- ESG برضو لو عندك اكتر من ESG توزعها على ال- hosts وطبعا ال- DLR بممكن يبقى في منها اتنين و اتنين DLR virtual machines و ال- ESG بيبقى فيها up to 8 بس هنعرف التفاصيل دي بعدين ان شاء الله لما نوصل للمواضيع دي واحد واحد اوكي طيب انا بالنسبة لل- lab بتاعي هيبقى عامل ازاي هقول لكم بس لما نوصل لصفحة فاضية كده اشخبط فيها ال- lab بتاعي هيكون مائل لـ ال- small environment طبعا لان ال- lab يعني الـ resources بسيطة يعني اوكي طيب ده مش شكل ديزاين بس تبسيط اكتر ان ادي ال- virtual machines على ال- VXLAN معاهم ال- distributed firewall و ال- DLR وبعدين طيب دول علشان يخرجوا بره و علشان ياخدوا services سيحصل ازاي من خلال ان ال- DLR هيمرر ترافيك الى ال- ESG اوكي ال- ESG بدورها هتمرر الترافيك الى ال- physical environment تاعتك و ال- ESG بقى يبقى فيها طبعا فيها perimeter firewall و الperimeter firewall دي غير ال- firewall اللي جوه ال- distributed عشان بس نفصل طب هو انا ينفع هو انا لازم استخدم كل ال- firewall دي والله هو طبعات كتير من ال- firewall مفيد لكن لو انت مش منظمها بشكل صحيح هيعملك لغبطة و مش هتبعارف اي firewall فيهم اللي هو مؤافة الدنيا فلو الدنيا صغيرة لو ال- environment عندك صغيرة زي دي كده مثلا انت ممكن تستخدم هنا firewall واحدة بس اللي هي ال- DFW ده رأيي انا طبعا يعني مش بالضرورة ان انت تستخدم ال- ESG وتستخدم ال- DFW وعلى فكرة خليني اقولك كمان ان في ال- small أو ال- tiny environment انت مش لازم كمان يبقى عندك ESG انت مش لازم تحط تعايدات على نفسك انا لا عايز VPN ولا عايز مش عارف ايه فانا مش عايز الكلام ده كله والكلام ده هنشوفه ان شاء الله لما نبتدي نعمل ال- deployment وشكل ال- models وانا في اللاب بتاعي ان شاء الله حوريلك ال- environment عندك ب- DLR بس من غير ESG وال- environment ب- DLR و- ESG وحنشوف ال- static routes وحنشوف ال- OSPF هنconfigure الكلام ده كله ان شاء الله لان انت ممكن يبقى عندك DLR بس بس مش لازم انت لم يدعا to back Вид حانه يدعى estimated بس تحط له 저녁 ما عرفش جهاز OSPF يوجد ال Polski ما بين DSL وما بين الأس görevi ما علينا طيب انا البتاعي هيكون عامل ازاي نجيب الألم نشخبط شويه لحظة واحدة هذه الألم شوف يا سادي الفاطل أنا اللاب بتاعي هيكون في اتنين كلاستر two clusters نعتبر ان دي كده يعني cluster و دي كمان cluster عشان أسف لشكلهم مضحك هيكون عندي management cluster و هيكون عندي payload cluster المانجمنت cluster عندي فيها ايه فيها ال V center فيها ال NSX manager و فيها ال NSX controller تمام طيب بالنسبة لل payload أو ال production cluster دي فيها عندي طبعا المانجمنت هنا أنا عندي فيها host واحد بس هو resources اللي عندي و ال payload و و و زي ما قلت بل كده في عندي v san في هنا هيكون فيها ال DLR virtual machine هيكون فيها ال ESG و ال virtual machines اللي عادية هي ال payload و ال workload يعني ال work load بقى نفسه خلاص مربوطين بال physical network و عندي switch و راوتر Cisco و ال و ال و ال و ال الحمدلله عندي hard disks وليه هاي في البنتي كمان بان هو يكون 2 virtual machines واحدة اكتف واحدة stand by هانا كلم على تفاصيلهم بعضين و الاسجي up to 8 nodes على حسب بقى الانفيرومات تعتك لو انفيرومات يعني رهيبة هتحتاج اكتر من يعني لو انت عندك التوتال ترافيك اني ترافيك بقى حضرتك نورث ساوث ترافيك لو نورث ساوث ترافيك عندك يا ما شاء الله اكتر من 10 جيجا بيت في الثانية 10 جيجا بيت انت ممكن لو شركة فيها 20 الف وموظف اصلا ما يشوفوش الرقم ده في حياتهم يعني اوكي لو عندك اكتر من 10 جيجا بيت فهنا هتحتاج بقى ان انت يبقى عندك اكتر من 2 ESG باستخدام ال ECMP اللي هو الاكول كوست مالتي باثاثن بروتوكول ESMP هاتريك هتحتاج ان انت بقدك اكتر من 2 ESG بس انته برضو زي ما اقولت قبل كده نرجع للدزاين قد تاخد المعلومة الاصح لالنوارات بالمهار بس كده معلش راغيت كتير بس ده تمهيد للي جاي اعتبرا من الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي العملي دي الكونتاكت انفو بتاعتي ولو حريك مش مشترك على القناة اليوتيوب ياريت تشترك لو سمحت والكلام بقى لكل ناس بيقوله اشترك وش دوس على الجرس وش عارف ايه الكلام ده عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله شكرا سلام عليكم